هذا المنتخب اللي أنا أظن إعلاميين راه مظلوم بزاف بزاف بارابور للمستوى اللي شفناه لكن ربما تساعده لما يكون مظلوم بعيد عقد واسم هذا هو الحاجة اللي مليحه يحضر بأرياحية ومسجلت من أهداف أمسجلت أكثر من البرازيل والأرجنطين مسجلت سبع أهداف وكذلك هو هذا المنتخب على الشيء الإيجابي أنه غير طريقه كامل ما كانش يلعب بالأسلوب اللي كنا نعرفه المدرسة الهولندية نعرفه بالمدرسة الهولندية هجومية تلعبه بربعة ثلاثة ثلاثة على طريقة كريف حالياً الأمور تبدلت مع المدرب بونغال ولهذا نقول المنتخب الهولندي حالياً من أقوى الفرق اللي شفتم في الدورة ومازال مخسرش ومازال مخسرش على أكس البرازيل يدفع مليح نعم كتلة مليحة حتى كرواتية مخسرش ومازال مخسرش ومازال مخسرش يهاجم لها نعم لقطات المهاجم عنده زوج مهاجمين في المستوى الظاهرين نقطة القوة التاعه في الظاهرين اللي منذ البداية داروا كانوا في المستوى العالي نعم ومازال مباراة يداروهم له لأن المردود المنتخب الهولندي نجي منقول يكسب المباراة بدون عناء لأنه يسيطر عليها ويفرض الأسلوب نعم 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 نعم